انطلق مرسون يوم الصم العالمية في احتفالية مصرية عالمية لدعم الدمج وتمكين للأشخاص زاوي الهمم بشكل عام والصم وضعاف السمع بشكل خاص ويأتي ذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للصم وضعاف السمع وكذلك الاحتفاله باللغة الإشارة اليوم النهاردة بتانا احنا النهاردة مبسوطين يلا بينا النهاردة نحتفل ونبدأ المرسون بحبكم بهذه الكلمات المبهجة وسط هذه الأجواء الاحتفالية والرياضية الرائعة انطلق مرسون يوم الصم العالمية للاحتفال بلغة الإشارة وأصحاب السمع الضعيف الذي تحتفل به مصر والعالم احتفالية تأتي للتأكيد على إرادة الدولة في رعاية ذو الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير كل سبل الدعم والرعاية لهم ومشاركتهم في تنمية وبناء الوطن من خلال هذه الاحتفالية التي ضمت عددا من المسؤولين لمشاركة أصحاب الصم فرحتهم بيومهم العالمي نحقيقة احنا بنفس كل الإجراءات وكل القوانين اللي عندنا لازم يبقى فيه تمكين يبقى فيه دمج والنهاردة الدمج هو فئة الصم بنحتفل معهم كلهم بنطلعهم من البورج وبيبقى فيه خط السير عشان نبرز معالم مصر السياحية كلمة واحدة اسمعونا احنا عايزين العالم كله يشوف الصم يعرف قد اين الصم قادر الفكرة جت على اساس ان احنا بنعمل اضاءة للمجتمع المصري مين هم الصم العافي السمع هم فئة متميزة جامد جدا ونحنا ما بنعتبرش انهم من زوء الاعاقة لانهم متميزين في كل حاجة في ذكاءهم وفي صراط التلقي اي معلومة بتوصلها لهم ندعمهم لان هم فيهم كفاءات وعندهم طاقات ولازم نشركهم في المجتمع ان هم نحنا دلوقتي نحاول نوفر خامات لهم ان ندمجهم في المجتمع بعمل مشاريع يعني هم منتجين الماراثون انطلقت نقطة بدايته من امام برج القاهرة بمشاركة عدد كبير من ذوي الهمم وعلى رأسهم اصحاب الصم الذين سعوا من خلال هذه الاحتفالية للتأكيد على دورهم الحقيقية والفعال في المجتمع النهاردة اول مرة اشترك في الماراثون واول مرة في مصر يحصل ماراثون الصم وضعاف السمع ما كانش قبل كده خالص فكرة حلوة قوي والعالم كله هيشوف مصر وهيشوف الصم وقدراتهم ايه صراحة احتز دميل اللي احنا حسين اللي احنا بقالينا شوت ونقدر نوسل شوتنا شوت الصم وضعاف السمع وهم اعتبر اتبع فئة من الاشخاص دول اعاطة هي الاعاطة السمعية اليوم حلو قوي اول مرة يبقى فيه سباء للصم وضعاف السمع مشينا كتير جدا حوالين الجزيرة كل الصم جوم النهاردة وفرحانين ولفينا حوالين الجزيرة ومبسوطين جدا وحلو قوي ان كلهم يشاركوا مع بعض وصل المشاركون الى هنا في مركز شباب الجزيرة حيث نهاية هذا الماراثون لكن ليس بنهاية هذه الاحتفالية بل لليوم جانب احتفالي ابداعي اخر هذا الجانب يتمثل في هذا المعرض الذي يحتفل من خلاله الاشخاص من ذوي الهمم بعرض منتجاتهم وتسويقها واذهار مواهبهم في رسالة تؤكد انه اذا وجدت الارادة فقدت الاعاقة عندنا مشغولات يدوية وشغل كتير شغل خرز وشغل كروشي ونجارة وصنفرة وبيشتغلوا معانا كتير الشغل المعرض اكسسوارات شنطة اكسسوارات كله ده كلها هيتعملها بشغل ايدي اتفضلوا عندنا كل قط فرقوا شوفوا على المعرضات بتاعتنا مبسوطة قوي قوي انه اول مرة بتحسوا بالصم وعادي ان مصر بتدعمنا تبلي مصر بتدعمنا وبدعم المشروعات بتاعتنا احتفالية مبهجة وهامة يهديها العالم للاشخاص الصم وضعاف السمع في سبتمبر من كل عام منذ عام 1958 لتعريف الجمهور بثقافتهم ورفع الوعي والاهتمام بضرورة مشاركتهم في المجتمع محمود جميل التلفزيون المصري